أتحدث عن ما أهمية الدلالة الزمنية في هذا الوقت تحديدا لإنعقاد هذا المجلس وما الذي يمكن أن يفضي إليه نعم أول حياء بناء على كثير من التصدعات الحصلت في الفترة الأخيرة أو الصراعات الداخلية نقول الصراعات الداخلية تحديدا مثلا لو كنا في منطقة الضارفور أو في شرق السودان حصلت بعض الخلافات البسيطة في منطقة الجنينة إن كان في منطقة كاس إن كان في بعض المناطق في الجنينة فالأحداث الحصلت مؤخرا أشارت كلها وبل أكدت جميع غياب تام ولكن كان في غياب كبير جدا للأجهزة الأمنية ولموضوع متاع السلام فأغلب المسؤولين أو أغلب المحللين أشاروا للتأخر في عملية السلام تحديدا وللتأخر في الترتيبات الأمنية التي كانت ممكنة أن تساعد في حال حالات الاستغرار أو تقفيف هادريني فكل هذه فحصل ضغط حصل ضغط إن كان محلي إن كان إغليمي على الحكومة على أساس إنها تسرع في إنهاء بدأ الترتيبات الأمنية وتسرع في تأمين الجيوش أو تحديدا في قوة سبا القوات المشتركة المعنية بحفظ هذا السلام فكل هذه الأحداث أدت إلى الإسراع بالإضافة لي كان في حدد أو كان تقريبا إنه في شهر مايو تبدأ المفاوضات برضو مع بعض الأطراف المواقع كالحركة الشعبية الحلو فبالتالي دي كلها كان محتاجة لأنهم يستعجلوا في هذه الفترة تحديدا لأنه زمن ضاق يعني أنت تقول بأنه سياق